تحياتنا الطيبة لكل الإخوة والأخوات المتابعين الجزائرين كامل مرحبا بكم في الداخل وفي الخارج نشكركم على المتابعة ونشكر الجميع اللي تواصل معنا وطرح علينا عديد الأسئلة رح نحاول إن شاء الله اليوم نلخص هذه الأسئلة نحاول إن شاء الله نجاوب عليها بطريقة بسيطة ومباشرة لكي الفكرات توصل الأكبر قدر ممكن من الأشخاص اليوم رأنا الأربعاء الخامس 19 مارس 2020 حسب آخر إحصائيات المعلنة من طرف السلطات الصحية في الجزائر وصلنا إلى 90 حالة معلنة بوباء الكورونا سيديكا كونفيرمي يعني حالات مؤكدة من بينهم 9 وفايات أي بنسبة وفايات بلغت 10% للأسف هي الأعلى عالميا لحد الآن 10% رهي نسبة عالية جدا جدا في الجزائر وللأسف يعني أغلبية الحالات المتوفات تم تشخيص الحالات بعد الوفاة يعني الريزولتات نتائج تحاليل جهزت من بعد حالات الوفاة نذكر على سبيل المثال الشخص اللي توفى في مدينة واتسوف ربي يرحمه اللي كان حضر هو والأخت انتاعوا عرس هنا في مدينة البوليدة أمام يعني قريبة من العاصمة حضروا عرس في مدينة البوليدة وتاقل لهم الفيروس يعني حملوا العدوى ومشوا بها المدينة واتسوف وزادت عليهم الأمور وضعفت الحالة يعني هو وأخته وأخته الآن رهي ترقد في العناية المركزة بالمساعدة ووفى البارح ونتيجة التحاليل أثبتت أنه توفى بحالة كوفيد 2 فيروس كورونا التحاليل جات للأهل تاعه بعد ما تمت مراسيم الدفن للأسف يعني هذا كله بعدنا حين عندنا نقطة نتكلمه على الإمكانيات وعلى الأمور هذه نبدأوا إن شاء الله نذكروا الأسئلة اللي لحقتنا ونحاولوا نجاوبوا عليها لحقنا سؤال مهم وتكرر عدة مرات هل ندق ناقص الخطر أكيد حالة الخطر موجودة لأن الوباء هذا ره عالمي وأعتى منظومات صحية في العالم ما قدرتش تجابه وتواجه هذا الفيروس لأن الخطورة تكمن للحاجة الأولى في سرعة الانتشار وسرعة انتقال العدوى الإحصائيات تتكلم على أنه المصاب بالفيروس الغير يعني اللي ما تتمنش ما عندوش أعراض تاع المرض ينقل العدوى من شخصين إلى خمسة أشخاص بين الفترة اللي يتلقى فيها الفيروس وبين الفترة اللي يتظهر عليه الأعراض ره ممكن ينقل العدوى إلى شخصين أو خمسة يعني بين شخصين إلى خمسة وهذه نسبة كبيرة بزاف هذه بالنسبة للحاجة الأولى سرعة انتشار الفيروس الحاجة الثانية هي نسبة الوفيات الإنفلوينزا الموسمية نسبة الوفيات بها عند الأشخاص اللي عندهم أناع ضعيفة هي 0.2% احنا اليوم نتكلم عن مستوى العالم على نسبة تتراوح بين 2 إلى 10% اللي رهي مسجلة في الجزائر إلى حد الآن نسبة الوفيات 10% يعني ناقص الخطر لازم ندقه أكيد كي الناس تقول لك راكم تهولوا راكم معلش احنا دايما نقوله الوقاية خير من العلاج بالأخص أنه الفيروس الفيروسات بصفة عامة ما عندهاش أدوية وبالأخص الفيروس هذا يعني ما عنده لا دواء ولا لقاح ولا حتى كين دراسة يعني قدرت تكتشف طريقة العمل تاع الفيروس داخل جسم الإنسان لحد الآن لم يتم تحديد شيء هذا كل مرة يتم ترويجه هي عبارة عن دراسات قيد الإنجاز ما هيش إثباتات علمية يعني لنخذه بها مياه في المياه وبالتالي احنا أكيد نقوله الخاوتنا كامل وحالة من الهلع رغم ذلك ماذا بين الفيروس ما ينتشرش لأنه ممكن أنا الآن راني حامل الفيروس وما زال ما ظهرت شعرية الأعراض ممكن تظهر بعد عشرة أيام أو أسبوع وإذا بقيت نحتك بالناس في الخارج رح ننقل لعدوى الخمس أشخاص على الأقل واحد أخرين وهذا الخمس أشخاص كل واحد ينقل خمس أشخاص يعني شوف النسبة المئوية في فترة وجيزة شحال ينتشر الفيروس هذا والشيء الثاني علاشنا نقوله الوقاية قبل كل شي لأنه المنظومة الصحية عندنا يعني نقولها دايما نعودوها يعني منظومات صحية كبيرة في العالم إيطاليا، فرنسا، كوريا، اليابان، الصين ما قدرتش تواجه الفيروس هذا بكل الإمكانيات اللي عندها نقوله ربي يستنى إن شاء الله سؤال آخر ورد في الصفحة هل فيروس كورونا من صراعة بروباقوندا النظام؟ وهل هو صناعة فرنسية؟ هذا يتكلم أنه صناعة مخابر فرنسية واللي قحتها وره جاهز وينتظروا انتشار الواسع باش يتم تسويقه لأسباب تجارية فيما يخص بالنسبة للنظام الجزائري صناعة بروباقوندا ووقف الحراك كان عندنا بيان المجموعة من الأطباء كنتنا من بين الممضين درناه يوم الأحد الأطباء كلهم ناشطين في الحراك يعني واحد ما يقدر يزيد عليهم حذرنا من خطورة الوضع الوباء حقيقي انتشار الفيروس حقيقي تسجيل إصابات في الجزائر حقيقة لا أحد يقدر ينكرها تسجيل وفاية حقيقة لا أحد يقدر ينكرها وطالعنا عليها بأنفسنا حتى كين فيديوهات لبعض أهالي الناس التي توفات أداروا دي فيديو بارتاجوهم في الفيسبوك خاصة وبتالي الفيروس هذا رح حقيقة لا يدخلوش الأمور في السياسة الفيروس هذا رح ما يرحمش لا يفرقش بين طاغية وحاكم عادل لا يفرقش بين حاكم ومحكم لا يفرقش بين واحد انتاخب واحد ما انتاخبش لا يفرقش بين واحد يمشي في الحراكة وبتالي حاجة جدية جدا لا تستهزوش بها لا تهونوش إن شاء الله أنا بالنسبة البيان اللي درناه كنا طالبنا بضرورة تعليق المسيرات الشعبية التعليق أقول تعليق المسيرات وليس تعليق الحراك أو إلغاءه تعليق المسيرات لغاية زوال خطر الوباء على الجزائر ممكن الناس على الحراك تعوض هذه المسيرات بنشاطات أخرى أهمها النشاطات التوعوية كما اللي رح ننذرها حملات كبيرة رح ننقوم بها هنا في الجزائر نشكر على كل حال جميع الشباب اللي رح منخرط في العملية هذه لأنه أولاً وقبل كل شيء الحراك فكرة والفكرة لا تموت هذا هو الشعار اللي اتخذناه الفكرة عمرها ما تموت وإحنا وثقين بصفتنا نشاطاء في الحراك يعني قبل كل شيء وثقين أنه إن شاء الله الحراك رح يتواصل مباشرة بعد زوال الخطر تعال وباء الجزائر حنولو بقوة لأن الأسباب اللي خلتنا نمشه في الحراك إلى يومنا هذا ما هيش رح تزول بنا ليلة وضوحها وبالتالي لا تنازل عن ذلك نرجع لأمور الطبية الآن بالنسبة لهواء صناعة فرنسية وعندهم اللقاح وأمر تجاري وصراع أنا نقول مهما كان مهما كان إحنا لا نملك أدلة لا أحد يستطيع الإجابة على هذا السؤال هل هو حرب بيولوجية من صين أو من أمريكا أو روسيا أو فرنسا السؤال هذا غير مهم بالنسبة لنا لأنه إحنا لا عندناش أمور نقدر نديرها إذا ثبت أنه حرب بيولوجية من إحدى البلدان ولكن إحنا اللي همنا أنه الفيروس اليوم عبارة عن حقيقة وانتشاره خطط خطر عفوا خطر يهدد المجتمع الجزائري ووجب التعامل مع هذه الحقيقة كما هي بغض النظر هل هي صناعة أو هل هي هجمات أو هل هو فيروس يعني مستحدث فقط في الطبيعة وبالتالي الخوض في هذه المسألة مش رح ينفعنا بقدر ما تنفعنا الوقاية والنصيحة والتوعية سؤال آخر ورد على الصفحة بالنسبة للأقنعة لماسك شيروجيكو الأقنعة والكمامات سواء لماسك شيروجيكو سامبل لطروا كوشن بلاستيك هدوك جو طابل ولا لماسك أفف بي دو شكون يحمل هذا الأقنعة هذا السؤال الأول وقتاش نحملهم وقتاش نلبسوهم وما هي نوعية الأقنعة بالنسبة للنوعية الأولى لماسك أفف بي دو يجو مغلوقين وفيهم عبارة عن فيلتر عبارة عن فيلتر يصفي يمنع مورو الفيروسات هذا كسدي ماسك بروفيسيونل متروكين للاستعمال عند الطواقم الطبية المختصة اللي تتعامل بصيفة مباشرة مع الحالات المريضة يعني الطبيب في البلوك اوبراتوار أو في السيرفيس دوريانيماسيون أو في الكونسلتاشيون هو مغلوقين لكي يحمل هدوك الأقنعة مراهيش مخدومة للناس كامل هذه بالنسبة للماسك أفف بي دو بالنسبة للماسك شيروجيكو سامبل الأقنعة اللي بافات هدوك سامبل اللي تباعه في الفرماسي هدو كذلك مراهيش مصنوعين للناس كامل وبالأخص نحن اليوم في الجهازين عندنا إمبينوري عندنا يعني ريب تير دو ستوك راهي نقرضة هذا اللي ماسك هذا مكانش وبالتالي موش كل واحد يجي خارج من الدار يلبس له ماسك ويروح يخدمه ويروح يركب في البوس الأولوية للبس الأقنعة العمالة على الصحة الحاجة الثانية الناس ثانيين هم الناس اللي عندهم أعراض تائم في الوينزا مثلا انترك في المنزل حتى إلا كنت في المنزل ويرك تعطس ولا رك تسعل بغتي أن ماسك سيفو بلي مدة صلاحية الماسك هذا ربع سوايا إلى ست ساعات ماكسيمو بعد ست ساعات تنحي الماسك ترميه وتغسل يدك مباشرة باش ما يبقىوش الفيروسات اللي كانوا في الماسك اللي تسقو في يدك في حالة ما إذا تمشيت في الدار ولا مسيتها نباستي على الباب ولا الطاولة ولا كرسي هذه هي بالنسبة لماسك بالنسبة لأقنعة المصنوعة من القماش اللي راهم يخدموها في الديار ويلبسوها أنا لا أحبذ هذا النوع من الأقنعة وكثير من خوتي اللي استشرتهم في القضية هذه على نفس القناعة لأن القناع المصنوع من القماش القماش عندنا مدة إذا الفيروس قاس في القماش سواء على الكمامة أو الملابس سيقعد مدة يقدر يوصل إلى تسع ساعات وهو فيفا وهو حي وبالتالي إذا درت انتال ماسك القيناع هذا على القماش تديروا وتخرج به الصباح ولا تديروا وتلتقي مع واحد حامل الفيروس وتقيس هذاك الماسك كيفاش راح تعقموا واحدا اسكت خدم الماسك وترميه كل يوم اثنين ثلاثة ممكن في لحظة ما تمسوا وتنحيه وتمس أمر وحد الخراب وتعاود وترجعوا يعني هو في حد ذاته يقدر هو ينقلك العدوى بمجرد أنك تلامس السطح وتلامس الماسك تاعك غير به تسق موبرك راح ممكن هو ينقلك العدوى وبالتالي أنا لا أنصح باستعمال الأقنعة المصنوعة من القماش وهذا رأي أغلبية المختصين في الأمر هذا والأطباء بالنسبة للأدوية واللقاحات كنا تكلمنا عليها كان دراسة مؤخرا لأنه خرجت إشاعات كثيرة أنه الفيروس حساس لدرجة حرارة وبالتالي مع قدوم فصل الصيف راح يتم القضاء عليه بسهولة حسب دراسة مؤخرة دارت في جامعة كون في فرنسا الفيروس حقيقة تموت في درجة حرارة ولكن عاليا نوعا ما تبلغ 56 درجة أغلبيتنا يعلم المعلومة هذه أنه من بين الميكانيزم وسائل دفاع تحت الجسم لما يدخلوا أنكوريترانجي الجسد خارجي مثل الفيروس من بين وسائل دفاع هي أنه الجسم يرفع درجة الحرارة على هذه الجينة الحمى لأنه وسيلة تعدفاع يرفع درجة الحرارة للتخلص من هذا الأجسام الغاربة على الجسد ولكن 56 درجة لتخرب الفيروس سيكون درجة عالية جدا وبالتالي يعني الناس اللي راي تستنى الربيع والصيف ويسخن الحال هذه معلومة مغلوطة الأولى أنه دايما نرجع للوقاية هي أحسن شي سؤال آخر هل هناك حالات للشفاء هل هناك يعني إمكانية للشفاء أكيد أكيد النسبة المئوية اليوم عالميا حسب المنظمة العالمية للصحة تتكلم على بين 80 إلى 85% حالات تعشيفاء يعني تأتيها أعراض تعين في الوينزا وتشفاء أوتوماتيكم العشرين إلى 15% الباقية فيها الناس تأتيهم أعراض يعني أعراض متفاوتة الخطورة منذيق في التنفس كالي يروح يدير للايروسول كالي يديرونه مساعد على التنفس وكالي حتى يروح جس كالانتيوباسيون في العشرين 15% الباقية منهم ممكن نقدر نقوله حتى 15 إلى 17% يتم شفاءهم يعني بعد مدة معينة وعناية مركزة وإجراءات صارمة تأخذ حسب الإمكانيات المتاحة في الدول وبتالي حالة الشفاء أكيد موجودة ونسبة كبيرة الحمد لله ولكن تبقى 10% اللي رهي مسجلة اليوم في الجزائر تعوفيت رهي نسبة كبيرة جدا تخيل هدوائي اللي عندنا لقدر الله لعشرة آلاف مصاب من العشرة آلاف مصاب رح يتوفى هنا ألف من المية ألف يتوفى وعشرة آلاف وتخيلوا حجم الكارثة يعني نسأل الله العافية آخر ورد للصفحة يتعلق بالقطاع الصحي في الجزائر ويعني إمكانيته على احتواء الوضع أو على المعالجة الشيء الأول اللي نعود الإشارة إليه كنت تذكرته في البداية أنه أغلبية الأنظمة الصحية في العالم لم تستطع مجابهة الفيروس لأنه اليوم نشاهده شهادات في فرنسا وفي إيطاليا مثلا عدد الحالات اللي توصل يوميا للاستعجالات الطبية والحالات المؤكدة بالإصابة بالمرض كوفيد راهي حالات يعني العدد ما قدرتش المصالح الاستشفائية في فرنسا وفي إيطاليا بكل ما تملك من إمكانيات ما قدرتش تستقبل ولا توجه ولا حتى تعالج أغلبية الحالات عندنا شهادات من أطباء أخوتنا في فرنسا وفي إيطاليا كذلك راهي يفضلوا بين الحالات يعني لما يجوك عشرة حالات كلهم في حالات يعني 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 كبير في التنفس ويقدرش تنفسه ينبليموني راهي يفضلوا بين الحالات إلا عندك أمتاع أربع أجهزة متاحة وعندك عشرة مرضى ركراح لازم تخير أربع مرضى اللي تتأمل فيهم أنهم يشفوا وأنهم عندهم يعني أمل للحياة أكبر هما اللي تقدمهم للعلاج في الأجهزة هذه والستة الأخرين راح تضحي بهم عندكش خير آخر وهذه القرارات يعني صعبة جدا 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 للطواقم الطبية ما قدرتش تتخذها ويعني طحت في صعوبة لأنها اختلطت بالعمل الطبي والإنساني ولذلك لما نتكلم عن الإمكانيات الحالية في قطاع الصحة في الجزائر كلنا يعرف الوضع الإمكانيات المادية والبشرية محدودة جدا السلطات راح تقول عبر الإعلانات الرسمية تاعها أنها باشرت في تعزيز الإمكانيات وشراء أجهزة وتجهيز مستشفيات ولكن بالرغم من ذلك هذا غير كافي في حالة ما إذا انتشار الوباء أحسن شيء نقدر هذه هو التجنب انتشار الوباء في صورة كبيرة يعني التبرعات من شركات كبيرة التي في الزائر اليوم تصلوا بنا شركة كبيرة تجارية تصلوا باش يتبرعوا وحبوا يطلبوا نوع الأجهزة المطلوبة نوع الأسيرة كيفاش الشركة كبيرة راح يحب تتبرع ولكن يبقى غير كافي يبقى غير كافي قد ما نديرو قليل يعني قد ما نديرو مناش راح نوصل الحجم في أمريكا ولا بريطانيا ولا فرنسا حتى إيطاليا وبالتالي يتبقى دايما نعود ونكرر الوقاية أحسن شيء نقدر نديرو هذا بالنسبة الإمكانية المادية في قطاع الصحة بالنسبة الإمكانية البشرية الحق يعني احنا أول مرة في الجزائر نواجه وباء بهذه الصورة وبهذه الشكل وبالتالي الطواقم التببية وشبه التببية لا تتمتع بالخبرة اللازمة لمجابهة هذا الأوضاع هذه إن شاء الله أنا نصحت وخوتنا كذلك نصحه بالاتصال بالبلدان للجارب والاستفادة من تجربتها ومن طريقة معالجتها للوباء على مستوى طريقة التعامل يعني داخل المركز الإستشفائية من طرف الطواقم التببية الاستقبال فيما يخص التوجيه فيما يخص طريقة التعامل طريقة نقل الإشكالية كذلك اللي نذكرها أنه عندنا مركز واحد في الجزائر الكاملة مع مساحتها الشاسعة أكبر أكبر أهلة إفريقية مساحة مركز واحد فقط اللي عنده القدرة على يعني دراسة التحاليل والكشف على الإصابة أولى بالفيروس هذا هذا شيء يعني مؤسف جدا أنسو الانستيتيو الانستيتيو باستور معهد باستور هنا في العاصمة في الشراغة الوحيد القادر على كشف الفيروس يعني إذا عندك اشتباه بحالة مثلا في تقورت ولا في تيارت ولا مختش تنقل العينات طريقة النقل بسك لازم درجة حرارة معينة باش العينات ما تفسدش المعمل هذا شحل فيه من عامل هل يعمل ثمان ساعات في اليوم أنا سمعت بليرهم يعملوا ثمان ساعات بطريقة عادية دوام عادي ويزيدوا الويكند ما يخدموش أنا لحقتني بعلومها لم أستطع التأكد من صحتها أو خطأها ولكن حتى إذا تخذ تعمل 24 ساعة أو 24 ساعة ما لك شرح تكفي لتغطي على المستوى الوطني هذا أمر مؤسف جدا 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 يعني نتمناه أن القول مخرج في أقرب وقت وتفوت علينا هذه الأزمة هذه من بعد لكل حديث حديث لازم إعادة نظر في المنظومة هذه كامل كذلك اليوم تلاقيت مع أستاذة في الإنعاش والتخدير في مستشفى جامعي هنا في العاصمة بدون ذكر أسماء رهي تشكي أنها هي أستاذة مختصة في التخدير والإنعاش والعناية المركزة على وما زال مع لبلاش كيفية التعامل مع الحالات التي تم توجهها للمصلحة تاعها للسيرفيس على لأنه ما زال لم يتم وضح خطة وستراتيجية لمجبهة هذا الفيروس على مستوى المصالح الاستشفائية وهذا أمر يعني نشوف حالة من التخبط حالة من للأسف وهذا يوقع دائما لما أهل الاختصاص يتم تهميشهم ونأتوا بناس ما عندهم مش علاقة بالتخصص يعني لما تجيب مستشفى تحط واحد إداري ياخذ القرارات بشكل انفرادي بدون ما يرجع المجلس علمي على مستوى المستشفى يعني هذه طامة كبرى يعني أخرى للأسف هذا هو الواقع لنعيشه لذلك دائما تكلموا على الوقاية يا خوتي الوقاية صحيح أنه الوباء هذا ما عندوش دواء ما عندوش لقاح ولكن احنا اليوم درنا شعار راح نوزعوه في العاصمة وفي المدن الأخرى لقاحك هو مكوثك في البيت إذا يجب أن تقوم بإمكانك هذا المرض أجلس في الدر هذا هو اللقاح لك يعني لا نستطيع نقول شيء آخر سؤال آخر للأخوة والأخوات التي تفضلوا به هو بالنسبة للحاملين نعم تكلمنا عن نقطة نعود نذكرها بالنسبة للإنسان للحامل الفيروس قلنا إذا أنت تلقفت هذا الفيروس تنشقته أو تنفسه أو تجازلك في القصابة الهوائية تاعك خلاص رك حامل للفيروس الأعراض وقتها تظهر عليك الأعراض الأعراض ممكن تظهر بعد يومين وممكن توصل المدة إلى 14 يوم في خلال هذا 14 يوم أنت رك حامل الفيروس وتقدر تعدي به نسوحد أخرين نسبة لعدوى قلنا أنه تقدر تعدي في هذه المدة من شخصين إلى 5 أشخاص هذا المعد حسب تقارير منظمة عالمية للصحة وبالتالي لماذا نقوله على الحجر الصحي والمكوث في المنزل لأنه أي واحد فينا أسيمتوماتيكا لا يوجد أعراض ولكن في نفس الوقت يقدر يكون حامل الفيروس الشيء الوحيد الذي نقدر نعمله في الحالة هذه هو العزل ما عندنا شيء آخر لأنه واحد ما يقدر يكشف عليك تكلمنا على الإمكانيات لا نقدر ندير الإزان الناس كامل مستحيل وبالتالي المكوث في البيت هو أحسن حل هو أحسن لقاح وهو أحسن دواء لمكافحة هذا الوباء التجارب الأخيرة لأننا شفنا اليوم بريطانيا بريطانيا التي كانت تقول مناعة القطيع منذ أسبوع مناعة القطيع نخلو الناس الفيروسين تشر ونحاول نحمي الناس لديهم حالة صحية هشرة على كبار الصين والمرضى المزمنين اليوم بريطانيا أثبتت الخطأ تاعها في القرار الذي اتخذته الأسبوع الفارض وبدأت اتخذ في إجراءات صالمة حتى كان فيه استدعاء لقوات من الجيش فيها غلق للمترو تاع الأنفاق فيها غلق النقل العمومي لبعض الإدارات ونظن رايحين يروحوا لحظر الشامل في قادم الأيام في أقرب وقت لأن الوباء عندهم بدأ ينتشر بسرعة هائلة ونمش رايحين يقدروا يتحكموا فيه برغم المنظومة الصحية الجد متطورة الموجودة في بريطانيا الصين اليوم احتفلوا بمرور 24 ساعة بدون تسجيل ولا حالة جديدة للإصابة بالفيروس وهذا راجع كنا قلنا البارح في الفيديو ممكن خاتنا لمتابعه واشي يرجع عليه راجع للسياسة الصحية الصارمة التي اتخذتها الصين وكوريا الجنوبية بالحجر الصحي التام والشامل لجميع الأهالي في المناطق المبوعة وهذا الذي يسمح لهم يسيطروا على الوضع بعد مرور 20 يوم ثلاث أسابيع بدأت الأمور تخذع للسيطرة على مستوى القطاع الصحي وهذا اللي رجعنا ناديو به نحن الآن بالنظر للإمكانيات المحدودة وسرعة انتشار الفيروس العدوى التاع وعالية جدا لازم أن نروح لهذا الحضر الصحي الشامل بدون استثناء الانتشر فيها الوباء البليدة العاصمة تيزيوزو عناب البرج سكيكدا مناطق هذه وبتالي هذه نصحتنا سؤال الأخير اللي ورد ماذا يمكننا الفعل يعني وش نقدر نديره ذرك ما يمكننا فعله حاليا قلناها وكررناها الحاجة الأولى ندعي ربي سبحانه يفوت علينا هذا الحاجة الثانية التوعية كل واحد يقدر يواحي عشرة من الناس جار أحباب وفاميل تو الدواء الوحيد واللقاح الوحيد ضد الفيروس هو المكوث في البيت ما عندنا حاجة أخرى التوعية ثم التوعية ثانين ما ندخلوش في حالة من الهلع ولا هستيريا شاهدنا المخازن في اليوم اللي فاتوا يعني فضت ناس راح تدار ترافي طايمات تعال شهرين كشوالا ندخل في حارة حرب لا بالعكس لما انت تدي خمسة كيلو سميد وواحد يدخل 20 50 كيلو سميد ومن بعد يأتي واحد ما يلقاش اليوم تصلوا بي انكوبل انقدروا وفيو كيلو سميد ما عندهم في الدار وما يقدروا يخرجوا وخافوا يعني ما ما قدرنا نحتان وفرهم شوية دقيق يعني شيء عيب يعني الناس تعمار في طنوبيلات وتعمار في لامار وتعمار في لا ما ندخلوش في حالة هستيريا نخمو بلي كين خاوتنا اللي ما يقدروش كين خاوتنا اللي محتاجين كين الناس حالتها الصحية ما تسمحش وعايشين وحدهم نخمو عليهم رأنا نعرفهم كامل رأهم جيران عائلتنا خاوتنا ممكن أهلنا نحاولوا دايما نتواصلوا معهم نتقصوا عليهم نقدموا لهم النصائح اللازمة كين مجموعة تقوم بلسق الملسقات الإرشادية وبالنصائح العامة في مداخل العمارات في المحلات التجارية نعطيهم الصحة على كل حال كذلك في حالة ظهور أعراض تعين في الوينزا عادية نعودوا كذلك نذكروا خاوتنا صودع ألم في الحلق السعال العطس يعني أعراض عادية حمى كورباتير أعراض عادية الرجاء التزام بيوت وتغطي لماسك في الدار لكي لا تعدى الأهل وحاول حتى لكي لا تلمس أشياء كثير وكل ما تلمس لازم تنظف من بعد وتغسلي يديك تقريبا كل نصف ساعة مدة ثلاثين ثانية في حتم إذا شفت أعراض هذه ضعفة وحسيت بضيق في التنفس وليت ما تقدرش تتنفس مريح آلاز وإن شاء الله حتى الليبوما تعكرهم مزيارين ثم اتصل بمصالح للصحة وإذا لم يكن يأتي وكل ما جاوبك رح المركز الاستشفائي القريب لك ماشي مركز الاستشفائي الليزورجونس هم رحين يكشفوا عليك ويشوفوا يتعاملوا مع الحالة كما ينبغي نظن هذه هي نعطيكم الصحة الأخوش رح يقول لما نرى صورة مباشرة المستشفيات نعم أكيد لأنه المعالجة الإعلامية في الجزائر لنشوفه التوجه العام هو عدم إثارة الخوف والهالة على الأوساط الشعبية كل مرة يقول لك رحنا متحكمين في الوضع متحكمين في الوضع ولكن نحن نتوقع بعد أسبوع نصل إلى 600 حالة إذا استمر الوضع كما هو عليه الآن الله يجي بالخير إن شاء الله على نفسكم إن شاء الله نصيحتي أخيرة حفظوا على نفسكم حفظوا على أقريباكم على أولادكم كذلك ما تخلوهم مش يخرجوا في الوقت هذا حاولوا ديروا لهم نشاطات في المنزل فقط بروفيتيبيا يعني بروفيتيوم لوكاس جاء تقعدوا مع أولادكم أكثر نصيحة على في الهواتف في فيس بوك بارميساجري اللي قدرتوا تديروها بارك الله فيكم نبقى دائما في الخدمة الميساجري تعال الصفحة تستقبل أي أسئلة أي استشارة أي اقتراحات أي مبادرة نحن رعنا في الخدمة نشكر كل الإخوة اللي راهم يساهموا في هذه الحملات التوعوية والتحسيسية من الناس الناشطين في الريزوسوسيو اليوتيوبر الزينفورماتيسيان الصحفيين الأطقام الطبية كلهم أول أعراض المرض نعم نعود ولا ماليش نذكرو خونا هذا ويلتحق أعراض المرض هي تراوح بين إنفلونزا عادية وتلحق حتى البنوموني يعني مرض تعريئة وتلحق حتى ذيق حد في التنفس في نسبة 80 إلى 85% هي أعراض عادية تعلن إنفلونزا موسمية واجع في الألاف في الرأس يعني صداء سعلة واحد يعطس نفويسيح ممكن يكون مننزل الموت غورج قرجو متع كتوجا ديكورباتير حمى أعراض هذه كلها كما أعراض تعلق غريب عادية وفي حالة ما كانت غير هذه الأعراض لا تقانيك واجل سبرك في الدار واجل روحك إلى أهل تاعك حاول في قدر الإمكان لا تقرب لهم ويقرب لك لك إذا تطورت هذه الأعراض بعد خمس أيام ست أيام أو لديك ذيق في التنفس ثم الممكن الحالة تحتاج إلى يعني تروح العناية المركزة في المستشفى إما عندما تتصل بالمصالح الاستشفائية يبعثوا لك الامبولانس وهذا أمر هو الأحسن الأفضل إذا لم تتصل بهم ولا لا تستطيع التواصل ولا لا تستطيع لديك أو لا يجاو حاول تأخذ الموين الترانسپور إذا قدرت تذهب وحدك يكون أحسن إذا لك وحد يذهب معك خذ احتياطاتك لك حتى الشخص لا تعده وكي لا تدخلوش في حالات من الهلاء ما كانش حاجات تخوف ولكن نحن نحن خايفين من المستقبل نحن ندير إجراءات مشددة الآن حقيقة مشددة كالناس تشوف فيها فوق الحد فوق اللازم ولكن معليش نضغطوا على انفسنا اليوم نشدوا على انفسنا اليوم وعلى أهلنا أحسن من أنه نندموا بعد مدة معينة 15-20 يوم لما نشوف نشكركم بارك الله فيكم ساعدت بالحديث للمجموعة كامل يعطيكم الصحة شكرا على المتابعة لم يساجر على الصفحة في خدمتكم أسئلة استفسارات مبادرات اقتراحات نحن رحنا في الخدمة رحنا متواصلين مع عديد المجموعات والجمعيات في الجزائر اللي رهم ينشطوا يحاولوا في التوعية وفي التحسيس الطباء صيادلة نشرين ميدانيين نبقى دائما في الخدمة بارك الله فيكم ليلة سعيدة وان شاء الله ربي يجيب الخير للبلاد والعباد والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة